إن الجمع بين الأختين في الزواج محرم بكتاب الله تعالى حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يعدد المحرمات وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ومحرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قالت له أم حبيبة يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم قال بنت أم سلم قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لإبنة أخي من الرضاعة أرضعتني أنا وأبا سلم ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ويجوز أن يتزوج الرجل من أخت زوجته في حالتين وهي عندما تكون الزوجة الأولى متوفية والحالة الثانية إذا طلق الأخت طلاقا بائنا وانتهت عدتها فيجوز الزواج من أختها ولكن يوجد نبي جمع بين أختين ولكن كان ذلك مباح في زمنه ولم يكن هناك تحريم وقتها وهذا النبي هو يعقوب عليه السلام فقد سافر يعقوب إلى خاله ليخطب إحدى ابنتيه وكان له ابنتان وهما ليا الكبرى وراحيل الصغرى وكانت راحيل أكثر حسنا من ليا وأتاها الله حظا أكبر من الذكاء والنقاء فلما شاهدها يعقوب عليه السلام أحبها وخطبها من والدها ففرض والدها عليه شرطا وهو أن يخدمه سبع حجات تعتبر صداق ابنته وقبل يعقوب أن يخدم خاله سبع حجج شرط أن يزوجه راحيل وبعد سبع سنوات كاملة وفى خاله بشرطه وجمع الناس وأقام زفافا ليدخل يعقوب عليه السلام خيمته ويكتشف أن خاله قد زوجه من ابنته الكبرى ليا ولما خرج إليه غاضبا متوعدا معتبرا أنه قد خدع وغدر به وهاج وماج فما كان من خاله إلا أن أجابه أنه من عادات هذه البلاد أن تتزوج الكبرى قبل الصغرى ولكنه وعده بتزويجه راحيل لو خدمه سبع سنوات أخرى فوافق وخدمه سبع سنوات أخرى وحكاية الجمع بين أختين كانت سائدة في ذلك الوقت وإن كان البعض يقول إن يعقوب تزوج راحيل بعد موت لياه والأختان كانت من أتباع سيدنا إبراهيم تؤمنان برب واحد وترفضان عبادة الأصنام وساء الله أن يتأخر إن جاب راحيل بينما أنجبت ليا وشعرت راحيل بغيرة شديدة وشاء الله أن يتأخر إن جاب راحيل بينما أنجبت ليا وسعرت راحيل بغيرة شديدة وقررت أن تتوجه لله بكل مشاعرها ودعت أن يهبها غلاما شديد الحسن والجمال وسمته يوسف وكان يوسف الذي أصبح نبيا عليه السلام شديد الشبه بجدته لأبيه سارة زوج إبراهيم عليه السلام وبسبب حبه الشديد لوالدته أحب يعقوب عليه السلام يوسف بشدة وكان أحب أولاده إلى قلبه وأنجبت راحيل ابن آخر وهو بن يامين ولما أمر الله يعقوب أن يترك العراق بعد عشرين سنة قضاها هناك أخذت راحيل أصنام والدها وألقت بها في أحد الأنهار وبقية حكاية يوسف عليه السلام معروفة لنا جميعا ومن شدة حزن سيدنا يعقوب على يوسف عليهم السلام ابيضت عيناه كما ذكر في سورة يوسف في قول الله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الحزن وقيل أن بيضاد العين في الآية الكريمة يدل على شدة الحزن الذي يولد البكاء ومن ثم يؤدي ذلك إلى قلب سواد العين إلى بياض فكأن من محت معالم عينه بسبب كثرة البكاء وشدته وتحولت إلى قطعة بيضاء لا ترى فيها شيئا من معالم العين وقيل إن الإبيضاد كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام بالكلية واستظهره أبو حيان بقوله تعالى فارتد بصيرا وهو يقابل بالأعمى هذا والله تعالى أعلى وأعلم دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته